اشتركوا في القناة باموال النقابة العامة اي اموالكم وما قد يحيق بها من اضرار او يتم الاستيلاء عليها باي صورة من صور الاستيلاء جاءني من الجهاز المركزي للمحاسبات يوم 12 يناير هذا الملف وهو موقع من السيد الاستاذ وكيل الوزارة رئيس مجموعة العمل المحاسب الاستاذ علاء الدين عبد الفتاح السيد موضوعه المخالفات التي شابت عمليتي شراء واحلال وتجديد المركب السياحي العائم الثابت فرعون النيل واحد بالنادي النهري للمحامين بالمعادي التابع لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للنقابة العامة للمحامين وسوف يتم هذا هو نص الخطاب موافاة سيادتكم بباقي تقارير المراجعة اتباعا حب افسر العبارة دي او هذه الجملة الموافاة بهذا اتباعا لان انا اساسا الذي طلبت منذ توليت هذا المنصب من الجهاز المركزي للمحاسبات ان يعيد لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات للعمل بالنقابة لتراقب اعمالنا وتصحيح ما عسانا نخطئ فيه حرصا على المال العام المتمثل في اموال نقابة المحامين وهي اموال المحامين وايضا ما عساه يكون قد حدث في السنوات السابقة وقلنا ان يمتد البحث الى عام 2016 ثم 17 ثم 18 ثم 19 وطبيعي سنة 2020 وبالفعل انا وردت الي بعض التقارير خاصة ببعض النقابات الفرعية ولكن للظروف القائمة الان انا ارجعت الحديث عنها حتى لا تكون هناك شبهة للتأثير على مجريات الامور في الانتخابات للفرعيات ومرفق بهذا الخطاب تقرير تقرير موسع في هذا في عدد 16 ورقة ومعه هذه المرفقات المؤيدة لكل عبارة وكل بند في التقرير التقرير زي ما قلنا في الجواب بشأن المخالفات التي شابت عمليتي شراء وإحلال وتجديد المركب السياحي العائم الثابت فرعون النيل واحد بالنادي النار وقالت بالإشارة إلى موافقة معالي المستشار رئيس الجهاز على تشكيل مجموعة عمل بناء على طلب السيد الأستاذ النقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب اللي هو أنا لأننا الذي طلبت هذا الطلب بعد أن توليت لمراجعة القوائم المالية للنقابة العامة للمحامين وبعض نقاباتها الفرعية وصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية التابلة وأنه قد تبيننا لدى المراجعة مراجعة القوائم المالية لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية التابة للنقابة العامة عن السنة المالية المنتهية في واحد وثلاثين اتناشر 2019 نحفظ التاريخ ده كويس السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 ظهور مبلغ 4.344.000 جنيه ضمن حساب مشروعات تحت التنفيذ تحت مسمى أصول مركب النادي النهري ويمثل قيمة المنصرف على عمليتي شراء وإحلال وتجديد المركب السياحي المذكور ثم أضاف التقرير أنه قد تبين من المراجعة أن عمليتي الشراء والإحلال والتجديد قد شابهما العديد من المخالفات نوردها أي التقرير فيما يلي أولا عملية شراء المركب فرعون النيل واحد بلغت تكلفة الشراء من شركة النيل للتجارة والمقاولات نحو مليون وستمائة ألف جنيه مصري نحفظ الأرقام دي كويس وقد تبين في هذا الشأن ما يلي واحد صدر قرار مجلس النقابة العامة للمحامين بجلساته المنعقدة بتاريخ خمسة وعشرين تلاتة الفين وسبعتاشر بالموافقة على شراء مركب نهري للملاحة الداخلية لرواد نادي المحامين بالمعادي لتقديم الخدمات الترفيهية والسياحية النيلية وتكليف الأستاذ نقيب المحامين أنزاك الأستاذ سامح عشور بإبرام التعاقد على عملية الشراء بأفضل الأسعار والمواصفات الفنية المطلوبة مرفق رقم واحد يعني مؤيد لهذا المرفق رقم واحد من ضمن هذه المرفقات اتنين قامت النقابة العامة بالحصول على ثلاثة عروض أسعار من بعض الشركات بدون تاريخ ونحط تحت بدون تاريخ ديت خطين بينها كالآتي شركة النيل للتجارة والمقاولات العامة دي عرضت مليون وسبعمائة وخمسين ألف عشان تعمل كوفي شوب وصالة أفراح والشركة المصرية للأعمال البحرية والنهرية طلبت مليون وثلاثمائة وخمسين ألف لعمل كوفي شوب أما العمر أو العمر معرفي العمر أو العمر معرفي للأعمال البحرية والتجارة طلبت اتنين مليون جنيه عشان كوفي شوب هذا ولم نقف ده كلام التقرير على أسباب اختيار تلك الشركات دون غيرها دون غيرها لأنه العادة أن ينشر وتتقدم الشركات بلا حصر سابق لتعرض ما لديها ويتم هذا في إطار إجراءات منصوص عليها في اللوائح العامة للدولة وفي لائحة النقابة للحصول على عروض أسعار تلاتة بتاريخ سبعة خمسة ألفين وسبعتاشر قامت النقابة بتحرير عقد بيع المركب مع السيد حمادة رجب حمادة سرحان مدير شركة النيل للتجارة والمقاولات إلى النقابة بمبلغ إجمالي قدره مليون وستمائة ألف جنيه على أن يتحمل البائع رسوم نقل رخصة المركب أربعة قامت النقابة بسداد قيمة المركب المشتراء اللي هي مليون وستمائة ألف جنيه على دفعتين الدفعة الأولى عند تحرير العقد وقدرها تبنمائة ألف جنيه بشيك محرر بتاريخ سبعة خمسة ألفين وسبعتاشر والدفعة الثانية بعد أن يتم نقل الملكية والرخصة قدرها تبنمائة ألف جنيه صرفت بشيك في أربعتاشر خمسة ألفين وسبعتاشر في ضؤم سبع فقد لوحز الآتي ألف عدم قيام النقابة بوضع مواصفات فنية للمركب المراد شراؤه قبل الشروع في عملية الشراء تكون الأساس في طلب عروض الأسعار والمفاضلة بينها وذلك بالمخالفة لكيت وكيت وللائحة المشتريات والأعمال للنقابة زادا به قيام النقابة بالحصول على عروض أسعار من ثلاث شركات يختلف كل منها عن الآخر في المواصفات الفنية للمركب والتي تعد أساس المفاضلة بينها يعني لما أنا مثلا أشتري عربية في فرق بين العربية المرسيدس وبين العربية الأوبل وبين العربية الأودية فالاتفاق في المواصفات الفنية أساس لتقييم السعر لأن السعر بينصرف إلى حالها فلابد أن تكون السلعة معرفة معرفة بمواصفاتها الفنية وإلا تبقى تقديرات الأسعار اللي حتعرض تقديرات تبقى عشوائية وما هياش قائمة على أساس سليم أي حد يعني زمته كويسة وحريص على المال العام لابد أن يجري هذا أنه قبل الكلام ده يسبقه هذا يسبقه تحديد المواصفات ثم تجري الموازنات على هذا الأساس ده أجل فكان محل مؤخزة في التقرير الفضلا عن أن جميع تلك العروض محررة بدون تاريخ وكلمة بدون تاريخ دي لما تتكرر في التقرير يعني هم يؤمئوا إلى مسألة ذات مغزة أن الأصل في القرار أن يكون رهيلا بتاريخ ومن الأشياء المؤسفة التي لاحظتها في كل أعمال النقابة على مدى السنوات السابقة على مجيء أن كل التوقيعات بلا تاريخ مع أن هذا التوقيع صادر على ما يسمى قرار يعني أنا بأخذ قرار القرار ده يقيم في تاريخه ده إحنا كمان الدولة بتقبل حاجة أكتر رقمه وتاريخه فكيف لا يعرف القرار بتاريخه يبقى ده معناها تجهيل مطلق لأن القرار مثلا الذي يمكن اتخاذه في سنة 17 غير القرار الذي يمكن استخدامه أو اتخاذه في سنة 2017 سواء من ناحية القيمة أو من ناحية الموضوع فالتواريخ دي مهمة جداً 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 لحصر الأمور بالإضافة إلى عدم إرفاق خلي بالكم اللي جايدة صورة من السجل التجاري والبطاقة الضربية لتلك الشركات السلاسة التي كلفت حصراً جيم عدم قيام النقابة بتشكيل لجنة لدراسة عروض الأسعار المقدمة ومعاينة المركب على الطبيعة تضم أعضاء ماليين وقانونيين وفنيين لإعداد تقرير في هذا الشأن ليكون السند في عملية الشراء دال عدم قيام النقابة بخصم النسبة المقررة تحت حساب الضريبة من المبالغ المسددة للبائع بالمخالفة لإحكام القانون 91 للسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل ولائحته هي عدم صلاحية المركب ده كلام خطير جداً عدم صلاحية المركب في الغرض المشتراه من أجله حيث تبين وطبقاً لتقرير المعينة والفحص المبدئي لها والمعد بمعرفة المجموعة الهندسية للأعمال البحرية والمعدنية بتاريخ 10 سبتمبر سنة 2018 أشار إلى ما يلي يعني إثباتاً لعدم الصلاحية أن المركب كان قد تم إنشاؤها من قبل كي تعمل في نقل البضائع الجافة كوحدة نهرية آلية بين قوسين صندل وانت بتشتري مركب ترفيهية سياحية ده صندل ينقل بصل وينقل بطاطس وينقل المنقلات في النهر اتنين تم إجراء تعديلات عليها على الصندل ده من قبل البائع لتغيير الغرض المعدة له من صندل إلى وحدة ثابتة دون أدنى اعتبار للأصول الفنية للصناعة حط تحتها خط يعني لما جه الملك يغير لم يراعي أدنى اعتبار للأصول الفنية لصناعة وبناء السفن مما أثر سلبا على الحالة الفنية العامة بالصاج والسفينة ثلاثة ورد بالتقرير المشار إليه اللي هو تقرير التقييم والمعينة ستة من العيوب الفنية الظاهرة بالعين المجرادة مش محتاجة الفحص بالعائمة يتمثل أهمها فيما يلي أن التقويات العرضية بجسم المركب بحالة مستهلكة جدا بحالة مستهلكة جدا اتنين وجود تقوص في بعض مناطق السنتر جليل بمنتصف القاعة تلاتة استخدام خامات في التعديل بأقطار أقل من الواجب استخدامه أربعة عدم وجود براكتات تربط تقوية الجانب بالقاع من على الجانبين في منطقة مراكز البر التي تتعرض لأعلى ضغط من المياه مرفق ستة يعني كل هذا في المرفق ستة الموجود هنا هذا وقد أكد على ما سبق التقرير الفني الذي تم إعداده بمعرفة المهندس محمد محمد فودة مهندس استشاري بحري بناء على تكليف السيد مدير النادي له بتاريخ ثلاثة نوفمبر الفين وطمنتاشر والذي أشار فيه إلى أن القاع الخاص بالعائمة به انبعاجات تجعل العائمة غير صالحة للاستخدام بهذه الحالة واو لم يتبين لدى مراجعة قيام النقابة بتجديد رخصة المركب وشهادة صلاحياتها والتي انتهي في عشرين خمسة 2019 وتسعة عشر. والتاريخ مهم. يعني من قبل احنا ما نيجي بتمن باعشرة شهر. زي بالضبط البروتوكول. بتاع ضريبة القيمة المضافة ما خلص في سبتمبر ولا ما يجدد. وبيمسكوا في رقابتنا احنا. طب ده انه هو ولا ما يجدد من قبلنا نجيب ستة شهر. ده البروتوكول بتاع القيمة المضافة. طب احنا دلوقتي التخصيص ده وشهادة الصلاحية والرغصة انتهوا. في عشرين خمسة افوان ساعتاشر. ولم تجدد. قالوا بقى والامر على النحو السابق الاشارة اليه يشير الى عدم قيام النقابة باتباعة اجراءات السليمة لشراء المركب. مما ادى ده الاستخلاص الى شراء مركب غير صالحة للاستخدام بمبلغ مليون وستمائة الف جنيه. مما اضر. ده الكلام للتقرير ولا سليه. مما اضر باموال النقابة. وتعتبر المخالفات المالية الى اخره. دي حاجات كلنا عارفينها كرجال قانون. ويترتب على صف مبالغ بغير حق او ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او المؤسسات او الهيئات العامة او غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز او المساس بمصلحة بمصلحة من مصالحها المالية. طيب. انا بس وقفت عشان لو ما اصر على البس استنى. طيب. قاله ثانيا بقى. دي اولا كل ده في بند اولا. ثانيا عملية احلال وتجديد المركب فرعون النيل واحد. قاله او قال التقرير بناء على تقارير المعينة والفحص المبدئي. والمهندس الاستشاري محمد محمد فودة. اثبتت عدم صلاحية المركب للاستخدام. وتقديم مقترحات لاجراء تعديلات وتجديد لها. حتى تتمكن النقابة من الاستفادة منها وتشغيلها في خدمة رواد النادي. الله. ده مصيبة ما تلتلة. ده احنا جبنا حاجة يعني ما خردة ما تنفعش. طيب. عدم صلاحية المركب. للاستخدام. وتقديم مقترحات بقى لاجراء تعديلات علشان تبقى صالحة للاستخدام في الغرض والتشغيل في الغرض المشترى من اجله. وقاله في سبيل ذلك تم تم آتي. قال واحد تقدم المهندس محمد محمد فودة المهندس الشارع. بعرض اتعاب بدون تاريخ لاعداد الرسومات الهندسية مقابل خمسة وعشرين الف جنيه. اتنين ده المرفق تمانية. بتاريخ اتنين تلاتة الفين وتسعتاشر تم تحرير عقد اتفاق. نحفظه كويس ده. تصميمات واشراف. فني بين نقابة النقابة العامة للمحامين والمهندس محمد فودة على القيام ببعض التعديلات الجوهرية. واعادة تصميم المركب فرعون. اعادة تصميمه. ليصبح مطعم عائم ثابت اتعابه بكذا وكذا مقابل خمسة وعشرين الف جنيه. وتقديم الرسومات الهندسية بتكلفات خمسة خمسة الاف جنيه. تلاتة قامت النقابة بصرف مبلغ خمسة الاف جنيه دفعة اولى من قيمة التعاقد مع المهندس الاستشاري محمد محمد فودة لتجديد المركب بالنادي النهري. بموجب الشيك رقم بتاريخ تلاتة وعشرين اتنين الفين وتسعتاشر. اللي جاية بقى هي الاهم. وهو تاريخ سابق لتاريخ التعاقد مع المهندس. يعني المبلغ اللي اتصرف ده بالشيك ده في تلاتة وعشر اتنين الفين وتسعتاشر تاريخ سابق على التعاقد مع المهندس محمد فودة. فضلا عن ما تبين من عدم قيام النقابة بخصم ضريبة المهن الحرة المستحقة عليها. كما قامت النقابة بصرف باقي اتعابه والبالغة عشرين الف جنيه بموجب الشيكين كيت وكيت في تمانية اربعة الفين وتسعتاشر. واللي خصمته تحت حساب الضرائب تلاتة في المية من الدفعتين دول بدلا من النسبة المقررة وهي خمسة في المائة. مرفق عشرة. قامت النقابة بصرف مبلغ خمستاشر الف جنيه للمهندس المذكور اتعاب عن الاشراف على تنفيذ اعمال التجديد. مرفق حداشر. اربعة. قامت النقابة بالحصول على ثلاثة عروض اصعار من بعض الشركات لعملية احلال وتصنيع وحدة احلال وتصنيع. معنى بقى طبع الصندل ده مش نافع. وتصنيع وحدة عائمة ثابتة للمركب فرعون النيل الرأسية بالنادي النهري. بيانوها كالاتي. شركة السعداني للمقاولات البحرية والانشاءات المعدنية. شركة الحمد للاعمال البحرية الاقتراح الاول. شركة الحمد للاعمال البحرية الاقتراح الثاني. شركة محمد عبد منعم خليل للمقاولات وبناء السفن. مرفق اتناشر. وقالت اللجنة في تقريرها. ولم نتمكن من المقوف على الاسباب التي تم بناء عليها طلب عروض الاسعار للعملية. اقولها ثاني. ولم نتمكن اي اللجنة. من الوقوف على الاسس التي تم بناء عليها طلب عروض الاسعار عن العملية من هذه الشركات. فضلاً. عن اصول النقابة على البطاقة الضريبية. وكذا السجل التجاري لكل منها. وسابقة الاعمال. للتحقق من قانونياتها. وقدرتها على تنفيذ الاعمال وفقاً للاصول الفنية. البند ده الواحده بند يعني كارثة. كارثة. يعني اجيب واحد يصلح طيارة هو اخر ميكانيكا عربيان. خمسة تم اعداد مذكرة موقعة من مدير المراجعة المالية والمدير المالي والمستشار المالي للعرض على الاستاذ نقيب المحامين بشأن تكاليف رفع كفاءة الباخرة. العائمة التابعة للنادي. وقد تم الاشارة في بداياتها الى انه نظراً للحالة الفنية. للعائمة التي لا تصلح للاستخدام في الاغراض المخصصة لها بالحالة التي هي عليها. ده مين اللي الاية كده فنم. المذكرة الموقعة. من كل من مدير المراجعة المالي. والمدير المالي. والمستشار المالي للنقابة. ومرفوع الى الاستاذ نقيب المحامين انزاك. بشأن تكاليف رفع كفاءة الباخرة. العائمة. وقد تم الاشارة في بداياتها. الى انه نظراً للحالة الفنية للعائمة. التي لا تصلح للاستخدام. التي لا تصلح للاستخدام في الاغراض المخصصة لها بالحالة التي هي عليها. ونظراً للحاجة الماسة. والملحة. ده كلام التلات مستشارين يعني. لانجاز الاعمال فقد تم الاتصال بالشركات المتخصصة في مثل هذه الاعمال. والحصول على عروض الاسعار لسابق الاشارة اليها. وبدراسة العروض من الناحية الفنية والمالية. انا ما اعرفش طبعاً المستشار المالي. والمراجعة المالية. والمدير المالي. اين تأتى لأي منهم مراجعة الناحية الفنية. ما فيش في لهؤلاء التلاتة حد له اختصاص فنية. بمراجعة الاعمال الفنية. ما قالوا ان الناحية الفنية. فان انسب العروض هو عرض شركة السعداني. ونحفظ الاسم ده كويس عشان حيبان. انه المالكب بقت فين. وقالت الى ايه. بمبلغ وقدره تلاتة مليون ومائة الف جنيه. يعني دفعنا في ثمن المالكب او الصندل بمعنى اصح مليون وستمائة الف. وصدنا بقى من اسعاب الاستشاري والرسومات والحاجات اللي عملناها دي. نخش على المهم بقى انه التكاليف بتاعة تحولها من 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 مركب غير او صندل. غير صالح للاستخدام. ليكون صالحا للاستخدام. يبقى شركة السعداني. هتاخد تلاتة مليون ومائة الف جنيه. وتمت التوصية بقبول العرض المقدم منها. وارسال امر الاسناد على ان يتضمن الشروط الانفقات الاتية. ونحفظ ده كويس. مدة التنفيذ خمس شهور. نحفظها كويس او نشوف مدة التنفيذ الخمس شهور دي حصلت ازاي? او حصل ايه بشأنها? اتنين خمسة في المية تأمين نهائي من قيمة الاعمال نقدا او شيك مقبول دفع او خطاب ضمان. تحددها كده. يعني لا يجوز لا يجوز ان يتم الاسناد الا على هذه الشروط. ان يتم التنفيذ في خمس شهور اتنين. خمسة في المية تأمين نهائي من قيمة الاعمال يبشيك مقبول الدفع. يا نقدا يبشيك مقبول الدفع. يا بشيك بخطاب ضمان غير مشروط. الدفعة المقدمة مقابل خطاب الضمان غير مشروط يتم سداد الدفعات بعد اعتماد المهندس الاسشالي ومراجع. الاسعار شاملت ضريبة القيل ومضافها تحرير العقد بين النقاب العامة للمحامين والشريك. مرفق رقم 13. اضاف تقرير اللجنة المشكلة برئاسة وكيد الوزارة من الجهاز المركزي للمحاسبات اضاف بقوله. ومما هو جدير بالذكر في هذا الشأن. انه قد تم الاشارة الى انه تم دراسة العروض المقدمة من الناحية الفنية والمالية وذلك على الرغم من عدم موجود عضو فني من التلاتة اللي كتبوا التأرير للاستاذ النقيب السابق. ثم اضافت الفقرة ستة بتاريخ اثنين ثلاثة تم تحرير عقد اتفاق لانشاء وتنفيذ مطعم عائم ثابت بين النقابة وشركة السعدان للمقابلات المقاولات البحرية والانشئات المعدنية بمبلغ تلاتة مليون ومائة الف جنيه المرفق رقم اربعتاشر من هذه المرفقات. سبعة. بتاريخ تسعة تلاتة الفين و سعطاشر. يعني بعد العقد بسبعة ايام. وبناء على امر الاسناد اللي احنا تكلمنا عنه في الفقرات اللي فاتت. من النقابة الى شركة السعداني المؤرخ اثنين ثلاثة تم اعداد محضر تسليم المركب فرعون النيل الى الشركة المذكورة وتم قطرها. ما ما بتمشيش. صندر ما بمشيش. وتم قطرها من نادي المحامين النهري بالمعادي الى ورش الشركة الشركة بالبدرشين. على ان يتم اعادتها بعد الانتهاء من الصيانة. وبذلك تتحمل الشركة المسؤولية المدنية والجنائية المرفق رقم خمستاشر. قامت النقابة بصرف الدفعة المقدمة للشركة بواقع خمسين في المية من القيمة التعاقدية. اللي احنا قلنا انها تلاتة مليون ومائة الف جنيه. فصرفت مليون وخمسمائة وخمسة وخمسمائة وخمسين الف جنيه. كما قامت النقابة بصرف دفعات تحت الحساب للشركة بلغت جملتها مليون وثلتمائة الف جنيه لتكون جملة المبالغ التي اعطيت للشركة والعمل لم يتم وحتى الان. اتنين مليون وثلاثمين وخمسين الف. يعني فضلهم بس كام? احنا قلنا تلاتة مليون ومائة الف. يبقى كل اللي فاضل للشركة بتاعت السعداني دي متن وخمسين الف. كل المبلغ خدوه. تمانية قامت النقابة بصرف عهد. اخلصنا منها. وبقى ايضين بقى طبعا ارقام الشيكات والمرفق ده يعني اللي عاوز يطلع تحت امروكو. تسعة ورن بالفقر به به من البند الرابعة من العقد المبرم مع شركة السعدانية المؤرخ اتنين تلاتة ان مدة التنفيذ خمسة شهور زي ما احنا قلنا بقى في امر لازي بقى ماشروب كده من تاريخ التوقيع على العقد واستلام الدفع المقدمة والرسومات الهندسية المعتمدة. ويضافوا الى خمساشر يوم اضافية لفك واحلال الوحدة السابقة ووصولها مرسى الشركة بالبادرشين. وقد تم توقيع العقد وصرف الشيك الدفع المقدمة بواقع خمسين في المية من الاعمال في ضوء ذلك فان الموعد المقرر لناهو الاعمال نحفظ نحفظ التاريخ ده هو ستاشر تمانية 2019. اذا كان الشروط الموضوعة لامر الاسناد والمنصوص عليها في التعاقد محترمة. يبقى المدة الخمسة الشهر على الحساب ده تنتهي في ستاشر اغسطس سنة 2019. الا انه ده كلام اللجنة تبين اثناء اعمال المراجعة عدم انتهاء من الاعمال حتى شهر ديسمبر 2020. طب ما هو اللجنة طبعا اصلها كتبت التقرير في خمسة يناير. ده ما هو الغيب دلوقتي على فكرة لم يتم مناهو الاعمال. اللجنة كانت مضطرة تقول لاخر ديسمبر لانها كتبت هذا التقرير اهو. في خمسة يناير. فاخرها ديسمبر. ما تمش. ديسمبر كام? 2020. واخر محات كان امتى? 16 تمانية 2019. قام الجهاز عشرة بقى. قام الجهاز بطلب تشكيل لجنة من النقابة لاجراء عملية معينة. للمركب بورى الشركة الايئة السعدانية للمقاولات. وصدر قرار بتشكيل لجنة من السيد الاستاذ النقيب المحامين. اللي هو العبدالله الفقير. بتاريخ عشرين سبع. يعني فعلا. اه طلب مني الجهاز المركزي واللجنة المشكلة ان انا اشكل لجنة. لاداء هذه المهمة. فشكلت اللجنة. اه. وبحضور السيد المحاسب رئيس اللجنة باداء. المحاسب علاء الدين عم فتاح السيد وكيل وزارة بالجهاز المركزي. وكذلك صاحب. ومدير شركة السعداني. علشان ما يقولش انه كنت عملت اللي عينة في غيابه. بمحضر مؤرخ اتنين وعشرين تسعة. وقد تبين منه الآتي. ان المركب القديم اتضح انها غير صالحة للبناء على اللجنة اللجنة التي شكلت. وحضرها علاءة فتاح وكيل وزارة بالجهاز المركزي المحاسبات. وانتقلت وفي حضور السعداني صاحب الشركة تبين واتضح ان المركب. المركب الصندل يعني غير صالحة للبناء عليها. وفقا للرسومات المقدمة من المهندس الشريع. وقامت الشركة اللي هي شركة السعداني. باهلاك المركب القديم. عشان بس حضراتكم تسمعوا. ماذا كان يجري في اموالكم. ان تشوفوا. ماذا كان يجري في اموالكم. تلتة. عشان تشوفوا. ماذا كان يجري في اموالكم. بعد كل الحدوتة دي. استبان ان المركب او الصندل. غير صالح للبناء عليه. وقامت الشركة الشركة السعداني. باهلاك المركب. وفقا لعرض اسعار مقدمة منها والعقد مبرم معها. به. افادت الشركة المنفذة. ان كافة الحديد. والصاد. الموجود بالمركب عليه الصندل. القديم تبين عدم صلاحيته للاستخدام. طبقا للرسومات. للمقاسات والرسومات اللي عندها سين. يعني حتى تمن الخردة ما خدناهنش. حتى تمن الخردة ما خدناهنش. بيقولوا في الامثال الشيء بالشيء يذكر. الصفحة المكلفة من قبل المكلف نشرت شيء غير موقع. انما اردت التنسيبه بان انا حصرف 15 الف جنيه طقم اسنان لمحامل تجاوز السادسة والستين. والشيء اللي منشور ده غير موقع. يعني هو يعني قصراء يقال مشروع شيء. واحد قاعد كتب. الشيء لا كتب ولا توقع ولا صدر. وما انا يعني طلبت الملف كله. فطلع ان انا تأشرت على هذا الطلب لجنة العلاج. يعني انا ما خدتش قرار لجنة العلاج. فلجنة العلاج وامين الصندوق ارتقوا. وهو قرار لا شك فيه يعني. انه من واقع حالة الزميل الاجتماعية والمادية. وحالة انه فقد اسنانه. لا بأس من الموافقة له على التمن الطائم اللي جايب للتقارير الطبية. تشهد به. ايه? خمستاشر الف جنيه. وتعرض عليها. باعتبار ان انا يعني اشارت على زملائي ان انا القرارات الاعتماد لازم اشوفها علشان انا برضو مسؤول قدامكم جميعا على اموال النقاة. وزملائي مشكورين قابلين مني هذا الدور. باعتباري اكبرهم سنة. فانا رجحت. وجبت دفتر العلاج. والحقيقة زملنا يعني. الاستاذ سيد خليل. صاحب فضل في ان هو ارشدني يعني كافية التعامل مع الدليل العلاج. فلاقيت ان الحد الاقصى. الذي يمكن للنقابة ان تتحمله. بالنسبة لاطقم الاسنان تلات تلاف وخمسمائة جنيه. فقلت كده على طول الشرط ومضيت. يعدل القرار الى تلات تلاف وخمسمائة جنيه. نزولا على المقرر في دليل العلاج. وصدر الشيط بتلات تلاف وخمسمائة جنيه. وتم صرفه بتلات تلاف وخمسمائة جنيه. انما اللي عاوز يصطط حاجة الرجاء اعطيها. ما 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 اعتناش ان يكمل حتى. عاخدها من بابها كده على طول. يعني طب نطلق مسنان لمحامي. انما يطلع ان انا عدلت القرار من خمستاشر الف. لتلات تلاف وخمسمائة جنيه. ويعرف المحتكين بيا. ان انا بنفق من جيبي. نرجع للمركب فرعون تاني. افادت الشركة شركة السعداني. ان كافة الحديد والصاج. الموجود بالمقرر اللي تفكك بقى اهلك. تبين عدم صلاحيته للاستخدام تبقى للمقاسات والرسومات الهندسية. خش على الصفحة التالية. عدم قيام النقابة بخصم ضريبة المهن الحرة المستحقة على على محمد فودة. وبعضها بقيمة اقل. سيبنا من دي. قيام النقابة بالحصول على ثلاثة اسعار. عروض اسعار من بعض الشركات في تنتاشر عشرة سبعتاشر عشرة واحد حداشر اتنين كل ده الفين وتوانتاشر. وذلك قبل التحديد الدقيق للاعمال المطلوب تنفيذها والذي تم بتاريخ اتنين تلاتة الفين وتوانتاشر. يعني بعد التاريخ ده بخمس تشو. بالتعاقد مع المهندس محمد فودة اللي استرافه الشيك زي ما اعلم من شوية قبل التعاقد معه. تبين ان عرض الاسعار المقدمة من شركة الحمد للاعمال البحرية المؤرخ واحد حداشر بمقترحين للتنفيذ تختلف عن العرضين الاخيرين. او الاخرين يعني المقارنة غير وردة. كما تبين عدم حصول النقابة على صورة. برضو نفس نفس الغلط من السجل التجاري والبطاقة الدرابية. وسابقة الاعمال. يعني ممكن نروح يعني كان زمان على فكرة في 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 شارع قولة في عبدين. انا رجل اصلي لعبت الكورة ولعبت السباحة ولعبت التنس. يعني شفنا حاجات كتير كان فيه قهوة موجودة هناك اسمال قهوة لعبت الكورة. اللي بحشب وحباجة ولا مكاوي ولا حد من لعبت الكورة يروح على وحنا في مستان يروح على قهوة اللي عبت الكورة في 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 شارع قولة في عبدين ويتفرج عليهم قاعدين اللي بيع عبطال والمشد شيشة والمشد جوزة الى اخيه. الله يعني انا جاي بشركات من على القهوة. ما هو لا فيه سجل تجاري. ولا بطاقة طريبية. ولا سابقة اعمال. ده زي بالضبط المحامي اللي يكتب قول انا محامن بالنقض. والمجلس الدولة. مفيش حاجة اسمها المجلس الدولة. يعني المجلس الدولة على بغضاء كده مفيش حاجة اسم ما كده. طيب نكمل. والامر على هذا النحو. ده بقى استنتاج اللجنة. او تقرير اللجنة. يشير الى صورية الاجراءات. نحط حواليها دايدة. صورية الاجراءات التي تمت من قبل النقابة في عملية اسناد الاعمال الى شركة السعداني. لا سيما ان المذكرة التي تم اعدادها واعتمادها. من السيد الاستاذ نقيب المحامين. انا زاك. والتي تم بناء عليها اسناد الاعمال للشركة. لم تضم اي عضو فني لدراسة العروض. وابداء رأيه. في الناحية الفنية. اربعة مخالفة العقد المبرم. مع شركة السعداني للمقاولات البحرية والاشغال. بتاريخ اثنين ثلاثة. لما ورد بالمذكرة المعدة لدراسة حروض الاسعار. المقدمة. وفقا لما يالي. واحد. تضمن العقد ان قيمة الاعمال تلاتة مليون ومائة الف جنيه. غير شامل اي ضرق. في حين ورد. ورد بالمذكرة ان الاسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة. ادي اول ملحوظة به. تضمن العقد صرف دفعة مقدمة بيواقع خمسين في المية. من قيمة الاعمال مقابل ايصال امانة. في حين ورد بالمذكرة. انه يتم صرف الدفعة المقدمة مقابل خطاب ضمان غير مشروط او نقدا او شيك مقبولة ده. طب ده سؤال برضو يعني 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 ليه يعدل عن شيك برضو اذا كنت اعوزين يعني احنا محامين يعني. اذا كنت انا شركة اللي هي وزنة في السوق. ما? شركة حقيقية مش جاي من على الاهوة. واللي راح هو شافوا المنظر بتاع شركة السعدانية يقولوا ان ده على الاهوة. راح زملائنا الاستاذ محمود الداخلي والاستاذ عالحفيز الروبي. وشاف قولا اينا راح تشاف. لو انت مليء نقدا ماشي. لو انت شركة يعني لها سمعتها ديك حساب في البنك. شيك مقبولة ده في البنك. او تدي تضمان غير مشروط. ايه بقى حكاية ايصال الامانة دي? طب احنا نعرف كاسازة قانون ومحامين انه لو كان الايصال ثنائي. يبقى لا قيمة له كايصال امانة. ليه? لانه انه في حقيقتي يعكس علاقة مدنية. عشان كده اللي بيجي يؤلفه. ايصال امانة بيقول فلان خد من فلان عشان يوصل لفلان. وبالتالي نقابة نقابة المحامين. نقابة المحامين نقابة حضراتكم. ونحن رجال القانون وحماته. ام? وفقط على ايصال امانة لا يعد في نظر القانون ايصال امانة. لانه بين شركة السعداني وبين النقابة. وكما قالت احكام المحاكم. انه ايصال سوري. يعكس علاقة مدنية. محل المنازع عليها الى القانون المدني او القانون التجاري. جيم لم يتم العقد. لم يتضمن العقد حصول النقابة على الخمسة في المائة تأمين النهاية بالمخالفة لاحكام لقاحة المشتريات. دال تحرر العقد اه مع الشركة المذكورة بزيادة خضروها خمسة الاف جنيه. عن تفاصيل الاعمال الوردة بعرض الاسعار. سيبنا من دي يعني هي ما جاتش على الخمسة الاف جنيه يعني. خمسة عدم انتهاء شركة السعداني. اللي بقى. من الاعناء الاعمال المسندة اليها حتى تاريخه اخر ديسمبر الفين وعشرين. وانا بضيف من عده وبقى احنا النهار ده كام يناير. طمنتاشر يناير. اه حتى الان شركة السعداني ما اتمتش ولا اعتقد انها سوف تتم. الامر الذي يستلزم معه او يستلزم معه تطبيق الشرط الجزائي ان شاء الله هطبقه. الوارد عليها ضمن الشروط العامة بعقد الاتفاق اللي المبرم معها بتاريخ اثنين تلاتة الفينس عشر. والذي يبلغ كزا. خمسة الاف جنيه. عن كل يوم تأخير بعد فوات المدة. هنعمل انذار فورا علشان ايه. نطالب بحقنا في الاقل يعني نطلع بحاجة يعني. ستة قيام شركة السعداني بشكل منفرد. بشكل منفرد. دون الرجوع الى النقابة. شوفوا اللي جاية دي بقى مصيبة متلتلة. بتقطيع المركب بالكامل. انهاري سويد ومنايل. اصلا على فكرة اللي كان مواشنف على الحدوثة دي كلها من قبل الاساس النقيب كان عدنان. افة عبسلان. وكان الحاكم بامره في نقابة المحامين. هو اللي بتعمل مع السعداني وهو اللي كل حاجة يعني. قام السعداني. السعداني. قطع المركب. اللي هو الصندل يعني. بالكامل. وبيعه خردة. والاستيلاء على قيمتها والتي بلغت نحو سبعمية خمسة سبعين الف جنيه. ده حسب قوله. بدعوة عدم الصلاحية. اي جزء من اجزاءها لعادة استخدامه في المركب. يعني مش بس ان هو انفرد. ده انفرد وقرر وقلزب. انفرد بانه قرر اهلاك المركب. والنقابة غيبة. وانفرد بانه هو بعد ما اهلك المركب هو الذي قرر السعداني. انه الحاجات الخردة دي غير صالحة. دي الاستخدام. وهو برضو السعداني. اللي انفرد. وقرر انه يبيعها خردة. وهو برضو اللي انفرد. انه قال ما جابتش لسبب مية خمسة سبعين. ان نقابة فين في الحدوثة دي. غير موجودة. تقرير يقول في صفحة اربعتاشر. الامر الذي يتعين معه تحديد المسئولية. بشأن المخالفات السابق ذكرها. في عملية الاحلال والتجديد. لمركب فرعون الني الواحد. مع ضرورة تشكيل لجنة فنية متخصصة. لفحص المركب الجديد. وتقرير سلامة الاعمال التي تمت. وتقدير قيمتها. وفقا للاسعار السائدة. وقت التعاقد. مع مراعاة تطبيق غرامات التأخير المقررة. وفقا لعقد الاتفاق المبرم مع شركة السعداني. ملاحظات اخرى. قامت النقابة. بطرح عملية ادارة وتطوير الملك فرعون. في شكل ممارسة محدودة. بين عدد اثنين من الشركات المتخصصة. وهم شركة مرفيلا جاردن. وشركة الاميرا جروب. وبناء على محضر اجتماع للجنة البت المالي. والفني. المؤرخ اثنين خمسة الفنة. وبعد اجراء مزايدة بين الشركتين المذكورتين. قررت اللجنة ترسية حق تطوير وادارة والستثمار للمركب السياحي. على شركة الاميرا جروب. مقابل مبلغ مليون وامتين وخمسة الف جنيه سنويا. واعداد العقد وامر الاسناد والعرض على الاستاذ نقيب المحامين. هذا وقد صدر قرار الترسية. بدون تاريخ من السيد الاستاذ. بدون تاريخ برضو. بدون تاريخ من السيد الاستاذ نقيب المحامين انذاك. كما صدر امر الاسناد بدون تاريخ ايضا من السيد امين الصندوق. بمنح حق الاستغلال والتطوير. مرفق 20 وقد لوحل في هذا الشأن ما يلي ضياع مبلغ 2.410.000 جنيه على النقابة اتنين تراخي النقابة في تجديد خطاب التأمين النهائي الصادب لصالحها عن عملية تطوير وإدارة المركب فرعون النيل والذي انتهى بتاريخ 24.9.2019 والذي انتهى والذي انتهى بتاريخ 24.9.2019 وقد تبين قيام النقابة بطلب تجديد خطاب الضمان المشار إليه بموجب كتابها بدون تاريخ والذي تم تسليمه للبنك في تاريخ 17.10 وهو تاريخ لاحق لتاريخ انتهاء خطاب الضمان وبالتالي لا قيمة له لان خطاب الضمان تلاتة لم يتبين للجهاز مدى استمرارية شركة الامير غروب في التزامها بأعمال تطوير وإدارة المركب فرعون لا سيما في ظل عدم الانتهاء من عملية إحلال وتجديد المركب حتى تاريخه آخر قرار وفي ضوء ما سبقه فإن الأمر يستلزم تحديد المسئولية بشأن ضياع مبلغ 2.410.000 2.410.000 على النقابة والتراخي في تجديد خطاب الضمان النهائي مما أدى إلى إرغاءه والإفادة طبعا أنا ملتزم إن أنا أنفذ ما طلبته اللجنة المعينة من الجهاز المركز للمحاسبات إن أنا أجري تحقيقا لتحديد المسئولية عن ضياع هذه المبالغ والإضرار بالمال العام ومسئولية النقابة عن عدم تجديد خطاب الضمان حتى انتهى زي ما قلنا في شهر 9 من عام 2019 يا ترى أنا أعمل تحقيق في النقابة هنا واللي أعمله إزاي عشان برضو السؤال ده لازم أطرحه على حضراتكم علشان يبين ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز علشان أنا يعني متهم دايما أنا بالدوم أنا حضراتكم أنتم عارفين أنه الأستاذ النقيب السابق طرف في الإجراءات والأستاذ أمين الصندوق السابق طرف في الإجراءات وهو موجود في المجلس الحالي والموظفون المشار إليهم موجودون بالنقابة الآن وبالتالي ليس من حسن الفطن أن أجري هذا التحقيق في النقابة وواجب عليها وسأفعل بإذن الله أن أحيل هذا التقرير إلى نيابة الأموال العامة العليا لتجري التحقيق اللازم والواجب وتنتهي هي إلى القرارات الواجب اتخاذها بشأنه أنا عاوز أقول لحضراتكم قبل ختام هذه الكلمة أن أنا اعتدت في حياتي أن أنا لا أرد على اللغو لأن اللغو يحمل في ذاته معاولة هدمة اللغو لا يرد عليه وأنا ما نشمن شغل بتاتا لا بحملة الإساءة ولا بالألفظ البذيئة ولا بكل ده ولا بالناس اللي أعدت عاوز أتجمع سحب السق ولا كل الكلام ده لا يعني ما بس عاوز أوضح لزملائي وزميلاتي المحامين والمحاميات أنه أنا لست طرفا في الواقع في هذه الحملة لست المقصود الحقيقي مشانا المقصود هو تعقيم الحركة الإصلاحية المقصود هو مصادرة الإصلاح رجائي أعطيها إذا ساب النقابة ومشي ما هو الرجائي أعطيها من غير النقابة كان محامي مسموع والشخصية عامة محل التقدير واحترام وكاتب محل التقدير واحترام ومفكر محل التقدير واحترام اللي بيشتموني النهاردة مش هشتموني بكرة إذا أنا مشيت إذا أنا مشيت جدلا يعني أو ربنا خدني مش هشتموني بكرة إنما هو الغرض يقاف عجلة الإصلاح التي دارت عشان كده الخسم الحقيقي هو أنتم أنتم أصحاب الراية وأنتم أصحاب الحق في الإصلاح والدفاع الواجب هو دفاعكم أنتم عن حقكم وحقوقكم وعن أنفسكم وعن المرحمة وعن نقابتكم وعن أموالكم تاريخ بيقولنا أن كل الحركات الإصلاحية رسالات أو نبوات كانت أو رسالات إصلاحية من فعل البشر قومت من الطغاة ومن الكافرين والمشركين وأقوام درجوا على البطل ندرس كده من بدءا من رسالة نوح عليه السلام لنرى كيف جاءته المقاومة في الرغبة في الهداية والإرشاد إلى الإله الواحد رب العالمين حنشوف قوم عاد عاد قوم قوم هود وثموت قوم صالح وحنشوف اليهود الذين اشرأبوا للسيد المسيح عليه السلام على كل ما هو مروي وعرفناه لمقاومة الدعوة التي أتى بها السيد المسيح عليه السلام وحنشوف في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف انبرت قريش لمطاردة الرسول ومطاردة الصحابة الأوائل والأنصار الذين اعتنقوا الإسلام طيب حنسبنا من دي حنسبنا من الرسالات والنبوات ونبص كده على شخصية زي شخصية عمر بن الخطاب الذي قتله أبو الأقلوء المجوس والذي يعني تواطأ وتأمر على قتله طائفة لا تدينوا بالإسلام والذين قتلوا الإمام علي في 17 رمضان من الخوارق بصوا كده في تاريخ المهات مغندي المهات مغندي الرجل الإصلاحي العظيم قلت لغيلة من الراغبين عن الإصلاح الذين لا يريدون الإصلاح ولا دعوة السلام التي جاء بها الإصلاح هو غايته ومصادرة الإصلاح وتعقيم حركته هي غايتهم ليس مهما أن أكون موجودا أو غير موجود والله 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 على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام ليس مهما أن أكون موجودا المهم هو أن تبقى الجذوة فيكم أن تبقى فيكم روح المقاومة والتمسك والإصرار على الإصلاح وأنتم قادرون على هذا إذا توحدتم وأنتم متوحدون بإذن الله سبحانه وتعالى أتمنى لكم أطيب التمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا